اللي فات انتهى اتمنى ان اللعيبة دي عندهم فرص عندك فرصة ان انت توصل كاس عالم وترجع ثقة الجماهير تاني وسقتك في نفسك تاني نتمنى ان شاء الله بإذن الله المرحلة اللي جاية في كاس الامم الافريقية المرادة الجيل ده لازم يروح بعد وصلنا كاس عالم ان شاء الله تعالى ويفرح الشعب المصري الهدف اللي جاي الجيل ده لازم يرجع محمد صلاح لازم ترجع ببطولة لازم ترجع بطولة دهدية للشعب المصري ده هدية ليه نحن هدية حتى ليه كنته هدية لأولادك وهدية لزوجتك وهدية لأهلك والناسك والمحبينك اتمنى ان الناس برضو تفصل خلاص محمد صلاح انضم المنتخب مصر استوب تابع محمد صلاح يا جماعة محتاج دعم محتاج برضو ان الناس تقف معاه محتاج اي خلافات تانية يا جماعة في حياته الشخصية في حياته في طريقته في تعاملاته على السشا ميدا انتمالكه محدش يتدخل انت تتكلم بس على اداءه مع المنتخب زي ما انت بتتكلم على اداءه مع ليفر بول مثلا بتتكلم على اداءه ده كويس وعمل النهاردة احنا عايزين الناس تتعامل مع محمد صلاح مهما كان الخلاف تعامل معه في الملعب تمالك يتكلم ولا ينزل ولا ايه ينزل فيديو خلاص كل واحد حر كل واحد حر محدش يزايد على حد كل واحد ليه طريقته محدش يعرف ايه الظروف اللي عنده محدش يعرف ايه المشاكل اللي عنده محدش يعرف ايه العود اللي عنده أكيد فيه شروط جزائية فيه مواقف في حاجات احنا ما نعرفهاش هو مش مجبر ان هو يطلع يقول لنا مثلا يورينا العقد مش مجبر مثلا ان هو يقول لك مثلا ان انا فيه عقد ما بيني وما مثلا ليفربول مثلا ان انا ما تكلمش في السياسة مثلا ما فيش عقد ما بينه وبين الشركة ان هو مش لازم يطلع يزهر لنا يعني مش لازم يطلع يزهر ايه اللي هو بيعمله كل واحد حر يا جماعة كل واحد حر في الاول اخر هو لعب كرة حاسبه محمد صلاح كلعب كورة دلوقتي محمد صلاح نضم المنتخب مصر اسمه محمد صلاح لعب منتخب مصر اسمه محمد صلاح لعب منتخب مصر حاسبه بقى وتعامل معاه ككورة وأنا بقول للمحمد صلاح الناس بتحبك سيبك نختلف نتفع في الأول آخر أنت ابننا واخونا الصغير وناس كثيرة جدا بتحبك من جميل الكورة المصرية وامتبعاك وبيفتخروا بيك والناس لو بتختلف معاك ده شي طبيعي الناس لو بتتكلم عليك ده شي طبيعي بس انت قيمة كبيرة الناس كثيرة جدا حتى أمال عليك عندهم ثقة فيك عندهم ثقة أن انت بإذن الله نفسنا نفرح بيك وانت شايل شايل بطولة شايل بطولة مع منتخب مصر والله هتفرق معاك بشكل كبير جدا أنا عايف أنه ممكن الناس تقول لك وهتفرق معا محمد صلاح بطولة مثلا الأفريقيا آه هتفرق معا جماعة ده ميسي نفسه ميسي كان تاريخه مفيش مفيش كاس عالم جاب كاس عالم خلاص بقى اتسوا ما بينه ما بين مارادونا محمد صلاح برضو يعني فيه أجيال كتيرة جدا زهرت وخدت بطولات احنا عايزينك تاخد بطولة نفسنا إن شاء الله بإذن الله توصلنا كاس عالم وبإذن الله تكون بداية توصلنا كاس عالم هي انطلاقنا بإذن الله كاس الأمم الأفريقية بإذن الله في الفترة اللي جاي آه طبعا فيه حديث عن مباراة كاس مصر في الدور لتنينو تلك